بروح معنوية عالية وبسهوف مكتملة رفع المدافع عن كرة القدم القطرية نسق الاستعداد لثاني جولات مرحلة المجموعات لدور أبطال آسيا إلى درجة عالية السد الذي سيكون على موعد أمسية الثلاثة مع القادم من إيران سباهان أصفهان يتطلع لتحقيق الفوز الأول بعد أن انطلق بقوة وعاد بنقطة ثمينة من العاصمة الرياض بعد أن تعادل مع فريق النصر السعودي بهدفين لهدفين فيما حقق ممثل إيران فوزا ساحقا في انطلاق مشواره القري بعد أن أسقط العين الإماراتي برباعية نظيفة في عقر داره هذا دافع عجابي لأن الإمبارات ستكون بين عرضك وجماهيرك ونحن ننتظر الدعم من الجماهير لأنهم سندنا الأول بعد الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله نقدم مستوى الطيب ونطلع بالنتيجة الإجابية وثلاث نقاط مدن الله كتيبة الجهاز الفني بقيادة تشافي هرننداز لن تشهد تغييرا كبيرا على ملامح التشكيلة باستثناء تغيب علي أسد الذي كان قد تعرض لإصابة عشية المباراة الافتتاحية ستحرمه مواصلة المشوار مع رفاقه في بقية مسابقات هذا الموسم تشافي حرس على تنفيذ بعض التدريبات الخاصة في الجانب الهجومي والدفاعي قبل إجراء تقسيمة في النصف الأخير من الميران والتي شهدت حماسا وندية من جميع اللعبين شوف دائما أن النقطة تجيبها مبارا وتفوز هذا شيء حلو لكن في أرضك لازم مطالب بالفوز لا تقول لي أنا راح أتعادل ولا أسكر مطالب أنت بالفوز وإن شاء الله الفريق جاهز أتوقع مباراة الأخيرة ريح ومعظم اللعبة وإن شاء الله يكونون في المباراة القادمة أفضل الاتحاد القري اختار لهذه المواجهة القطرية الإيرانية الحكم الدولي الأسبكي عزيز عظيموف السد عازم على انتزاع نقاط المباراة كاملة لمواصلة نجاحاته في البطولة القرية لمركز أخبار قنوة الكأس سامي بن مسعود الدوحة